الاتهام بالإرهاب والعيش في المخيمات والموت تلك هي خيارات النازحين في العراق تحفهم المخاطر من كل جانب يرزخون تحت وطأة فقر مدقع وسوء معاملة في مخيمات النزوح المنتشرة في عموم البلاد دون أن تلوح أي بادرة لعودتهم إلى ديارهم بحسب مجلة فورين بوليس الأمريكية هذه الأعداد الكبيرة من النازحين التي تملأ المخيمات وسط إهمال حكومي ودولي لمعاناتهم دعت الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى إطلاق وسم بعنوان رجعهم مطالبين بعودة النازحين إلى ديارهم وإغلاق مخيمات النزوح مع دخول العام السادس على معاناة النازحين الإنسانية المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب أكد أن السلطات الحكومية في العراق تنتهك حقوق نحو مليون ونصف المليون نازح عبر تحويل مخيماتهم إلى معتقلات بدوافع طائفية النائبة عن محافظة نينوان تصار لجبوري قالت أن المحافظة لم تشهد أي عمليات لإعادة الإعمار ولم تؤهل البناء التحتية للمناطق المدمرة في وقت تتحدث فيه الحكومة عن قرب حسم ملف النازحين والمتضررين من جراء العمليات العسكرية بل إن الفسادة وسوء الإدارة والعنصرية والطائفية هي من تسببت بسيطرة تنظيم داعش على الموصل ولم يكن الأمر صدفة بحسب تصريحات رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي لم تكن صدفة أي واحد يقول صدفة مؤامرة لا لم تكن صدفة انتكاسة الموصل والتجرؤ والتجاسر على الموصل لم تكن صدفة كانت نتيجة نشوء الإدارة والفساد والكراهية والطائفية والعنصرية أنتجت هذا الوضع تفشي فيروس كورونا فاقم المخاطر التي يواجهها النازحون في المخيمات وزاد من ضرورة الإلحاح على عودتهم إلى مناطقهم في ظل ضعف الإمكانيات في المخيمات لا سيما في المجال الصحي ويبدو أنه لا وجود لبوادر حل لأزمة النازحين في عموم العراق فبقاؤهم في المخيمات أصبح ورقة سياسية وهو يلبي رغبات الساعين إلى التغيير الديمغرافي على أسس طائفية كما هو الحال مع النازحين من جرف الصخر التي تسيطر عليها الميليشيات المدعومة من إيران وترفض عودة أهلها وهكذا مع المناطق الأخرى فضلا عن استغلال ملف النازحين ضمن المساومات الحزبية وتحقيق المكاسب المالية ترجمة نانسي قنقر